السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد على قناة شويت انجليزي. معكم الان سيند ربيع. النهاردة باسن الله هنحل على دراسين خمسة وستة على الوحدة التلتة جريد. بازن الله بالفيديو ده هنهي الوحدة التلتة. والحلقة اللي جاي بازن الله نستعد لي الوحدة الرابعة. فازدت تكون فايق ورايق وحالل كل الكلام اللي جاي ده. وقعب تصحح معي لنفسك. يلا شد حلكم معي. وتعال نشوف كده اه اه هنبدأ بالكيفوكاب. بس قبل ما نبدأ لو انت اومر تشوفني اعمل اشتراك في القناة. ولو انت متابعني فاشاري القناة كله صحيح موجود في عيدك. وعم موفق بازن الله لطلبة الصف الثاني الاعدادي. اول حاجة هنتكلم فيها الكيفوكاب. نمبر وان بيقول لي نور الشربيني وان فازت سوارلد سكواش ايه ان توني توني هل هي الرسم ريس السباق مسابقة تست اختبار طالما فيها يبقى اسمها مسابقة كزا العالمية. يقول لي تقدر تروح فين لو المصنع بتاعنا اه لمين بتاع المصنع بتاعنا? انت تلهم وتقول له المشكلة بتاعتك. يبقى انت هتروح لمين المدير المنظف او العامل النظافة هيرو البطل ولا كابتن الكابتن انت لما انت عايز حد عشان تحكي عم مشكلة او حاجة يبقى انت هتروح مدير المصنع بتاعنا. نمبر سري بيقول لي عمل الدكتور ازرايلي ايه? عايز اقول انه عمل ايه? عايزة هنا صفة. زي في المستشفيات لطباع بطولي though WWE. grouped. نمبر 움ش تبيقى حعله يساعده المرضى. يبقى ريلي هارك ااي اه هيروك بطولي ولا ايه اجلي ولا ايه زيت طبعا ايا هوا عم Pingdeepных بيقولي. فهنقول ريلي هارك. نمبر فور بيقول لي مشو اعايز شخصية هل بكسبت ساعدنا نخل المدينة بتاعتنا نظيفة هل هم م مطاف كبت انت الشوارع. اكيد هما منظفي الشوارع. هكون بشعة وشنيعة وزود بدون مين? جامع القمامة الفلاحين المدربين المديرين. اكيد هكون شنيعة بقلة او بنعدام مين? منظفي القمامة. انا جاهز اف سنيك. لا انا دائما ايه? مستعبين. عايز اصفها تصف الخوف. انا ما بحبهمش اتقول على الاطلاق. يبقى عشقهم بخاف براود فخور بليز مسرور. طبعا بما ان هي تعبين. عايز اكون ممرضة. يبقى هتروح كلية ايه? ده حتى اجابني الكلمة نفسها. يبقى فاقالتي اف نيرسن. بيقول لي. طبعا ده الجزء الخاص بكتاب الطالب. دايما بتخبرني زاد بانة. القومة دايما بتقول لي ابنها يبني ان التعليم ده مهم جدا. ولا عدوى تدخين لأ. الجملة دي كانت في امتحان مجمع الشرقية في بوكبير عشرين واحد وعشرين. بيقول لي او زفات بولتيم. هيكون مين بقى بتاع فريق قرية القدم سانتست العالم الكاتب كابتن الكابتن كلمر المنظف اكيد هيكون كابتن هو الكابتن بتاع الفوتبول تي. نمبر تين بيقول لي زي طبك الموضوع شود مفروض ان هو ايه زمين الفكرة رئيسية او يقالوا المفروض ان الطبك ديت بتشمل الفكرة الرئيسية بتاعت البراكراف كيلين ينظف ينهي يخفي يخفي او يختبئ يشمل وتضمن اكيد طالما الطبك هتبقى ايه هتشمل وتتضمن المين بيقول لي فعملي العلة بتاعتي كان بتزور زي ايه اف كريت فكريين جزير كان اسمها اف كريت تين يارز اجو من عشر سنين فاتوا. نمبر معايا معظم الكلمات ايه مي لايك تو ان تو معظم معظم الكلمات زي كزا وكزا اي هير زم اكيد معظم الكلمات اللي هي تودو يبيلبخوك ولا كيب مي ولا مين مي ولا كنفيوز اكيد كنفيوز يبقى بيربخ ويربخ. ايه ويلبخ. عايز اقول تامر عمل في ايه لمالديه اثناء البيرسديag باردي هل هو وافق امتركه تو بلا كيب تاكيد تامر هيبقى بده يقدمني لبابا ومامته اثناء الحفلة. نمبر ايه الفارتين ايوين توزا ميوزيوم رحت المتحف ان صو مني وشوفت معظم ايه اف انشنت اوبشان كنجز ملوك المصرين القدماء هناك. يبقى شفت ايه? اكيد شفت هناك تماثيل المصريين القدماء. بيقول لي عايز اقول لي السؤال في كلمات اخرى. طبعا احنا واخدين مصطلح على بعض واسمه بكلمات اخرى. نقرأ رقم سكستين بيقول لي لو سمحت اديني سبب انك تعمل الخطأ ده. اديني سبب هيبقى سبب معناوة ولا سبب مادية اكيد سبب مادية اتأخرت عملت حاجة غلط فهيبقى لكن بتاخد تمام كمل معي هنروح بقى كده على فين يا شباب على 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 طول طبعا سؤال المدرس بيقرأ عليك قطع وانت بتحل من خلالها تعالي هاخدك بعد كده على كمل ده ده. الديالوج ده احنا بنحله بطريقة معينة المفروض انت قطالب تتبعها عشان تقدر تحله وتتغلب على الصعوبة اللي عندك بالنسبة لسؤال الديالوج ايه هو الطريقة وهي التكنيك اللي همش عليها يمس انك تقرأ المحادسة كلها وتخمن الاسئلة وانت بتقرأ لأول مرة وبعد كانت ترجع تحل بطريقة صحيحة. وعايزك ما تجاوبش اجابة غير لما تكمل المحادسة الاخيرها لان انت ممكن تحط اجابة من عندك وتلاقي الايجابة اصلا الايجابة نفسها او الجزء اللي مفيدنا تكتبه موجود تحت يعني هو كاتبه لك تحت عشان يوضح لك الايجابة. فتعالا نشوف كده بيقول لي فيرنا اسكس هالا البت فيرنا كان بتسأل هالا ابوت هو المفروض البطل ده يكون ايه? ففيرنا بتقول لها هو دوي تقدر تقول ليه كده او تعتقد كده الهيرو ده ممكن يكون بيعمل ايه? قالت لها او ممكن يكون مين? قالت لها ايثنك انا اعتقد الربش كولكترز لهم جامع القمامة كان بي هيروز بيكونوا ابطال. قالت لها سوري اي اندرستاند. هتقول لها كلمة نهوت وترجع توضح لها. احنا كنا اخدنا مصطلح اسمه بكلمات اخرى زي دو بيعملوا حاجات مفيدة جدا. زي سيتي المدينة بيكون فضيعة وشنيعة. وزود زين بدونهم. دو اجريو زمي هلان انت متفقة معي. فهتقول لها هتقول لها هي اسمه متفقة. وترجع تسألها سؤال. السؤال ده انت ما تدارش تحطه. تدارش تحطه يا دكتور انت وهو غير لما تكمل. ليه بقى? انت ممكن تحط اي سؤال من عندك وهو اصلا جيب لك مضمون السؤال في في الحتة اللي بعدها او في الجملة اللي بعدها. فبتقول لها ايثنك انا اعتقد الله ينور علي. اهي كلمة دي هي دي اللي انا هسأل عليها فوق. فهي هنا قالت لها نعم بالطبع. وحطت نقطة ولسه هتسأل سؤال جديد. فقالت لها انا اعتقد ان منظفي الشوارع برضو مهمين. يبقى السؤال نهوت يا شباب هتقول لها طيب ماذا عن منظفي الشوارع? او هتقول لها طيب اي رأيك عن منظفي الشوارع? هتقول لها اعتقد ان منظفي الشوارع ان انتم مهمين ايضا. فرنا سألتها سؤال قالت لها بقى لها بقى لما عندي كلمة بقى تلجأ على طول الوقت الاستفاهم اللي اسمها فنقول لها فنقول لها هنا يبقى السؤال او هم بيعملوا ايه? هتقول لها لماذا? خلاص كده وخلاص. لو قلت لها لماذا? فهتقول بيخلوا المدم بتاعتنا نظيفة. فتقول لها المفروض نعمل بهم ايه? ممكن بقى السؤال دا انت بقى اختياري لك انت. المفروض ان احنا نعمل ايه للناس دي? المفروض ان احنا نحترمهم. قدي اجابة. مفروض ان نبقى فخورين بهم. المفروض ان احنا بنساعدهم. يبقى عندك ثلاث اجابات. يا ريس بيكت زيم. يا هالب زيم. يا اما ايه براود اوف زيم. تعال بقى هاجب لك الديالوج من الاول. فرنا اسكس هالا فرنا بتسأل هالا ابوت هو كان بي اهيرو من المفروض يكون بطل. فرنا بتقول لها ماذا تعتقدي كان بي اهيرو من اللي يستطيع ان يكون بطل. قالت لها مجمع القمامة. ممكن يكونوا ابطال. ما فهم تكيش. فهنا هتقول لها اكتب كده معي او صححة اللي انت كبه. بكلمات اخرى. بكلمات اخرى. بكلمات اخرى. زي بعملوا حاجة مفيدة جدا. المدينة هتكون بشعة وشنيعة وزاوة زين بدونهم. دو يا جريوز مي هانت متفقة معي. فهتقول لها ياسعي جريوز يو. او هتلاقي اسف كارس. او ياسعي مشور بالتأكيد. رجعت سألتها سؤال قالت لها اعتقد ان دول. يبقى السؤال هنا ان هي بتقول لها وطبوت وماذا عن منظف الشوارع. قالت لها اعتقد ان هم ترجع تسألها سؤال فتكون الاجابة بكوز. يبقى السؤال هنا واي. لماذا? هتقول لها بيكوز يقول لها واي. زي ار امبورتان. ليه هم مهمين? بيكوز يهل بتو كيف اوار سيتس كلين. فترجع تسألها سؤالت لها صوات شود ويدو فور زين. عشان كده المفروض نعمل لهم ايه? قالت لها بقى حط انت اجابة من عندك. هتقول لها وي شود ريسبكت زين. نحترمهم. وي شود براوتوف زين. نفتخر بهم. وي شود هيل بتزين. نساعدهم. كده الميني داي لوك خلص او داي لوك خلص. وي المفروض انك تعمل كده وتحلها بنفس الطريقة وبنفس الاسطون. شو ازا كريكت انسر فروم اي بي سي ار دي. نمبر وان بيقول لي زي الواز اه في هنا ايه امرجانسي. طيب. ان ماني بيبول معظم الناس ويرن هاسبتلز. يبقى ايه طوارق ايه طوارق سرية. هيلس صحية. يبقى اكيد في ايه هيلس امرجانسي. طوارق صحي. نمبر تو بيقل فخلي بالك هنا ايه? هنا ايه. يبقى المفروض ان انا هجيب هنا كلمة زان ولا زين. اللي احنا اخذنا الحلقة اللي فاتت. فالمفروض ان انا هقول طولر زان يور بلازر. اللي بعده بيقول لي انا بحلم ان انا ازور هواي. عارفين مبائم اللي هو البرج بتاع هواي. اللي هو موبايل هواي. يبقى ان انا ازور برج بتاع هواي. اه نمبر فور بيقول لي ديد علي هل عالي يسر دي? نمبر فور معي بيقول لي ديد علي هل عالي للمحلات يسر دي? انت عندك سؤال اي. وبيسأل بديد ايه. يبقى انت عايز هنا مصدر ايه? مصدر الفعل. يبقى ديد علي وينت جاز جون جو. لا انا عايز مصدر الفعل يبقى جو. نمبر فايف بيقول لي جدي ايه فوتبول وين هي واز يانج لما كان صغير. ده اعتياد في الماضي. يبقى هستخدم ايه? هتستخدم يا ميس ايه اعتياد في الماضي حاجة بتحصل في الماضي. ما عايز بتحصل للوقتي. يبقى يوز دو المصدر. يبقى مي جراند فازر يوز دو بلاي. تمام كده يبقى يوز دو بلاي. اللي بعدها نمبر سكس بيقول لي تيتشارز المدرسين. دوكتورز نيرسز ان اوزر جوبز عايز اقول ان هما مفيدين جدا لمن? مجتمع اكيد مفيدين للمجتمع بتاعنا. بيقول لي طارق ايه بتر? عايز اقول طارق تحسن. يبقى بعد ما قاعد اسبوعين في المستشفى. احنا كنا اخدنا مصطلح اسمه يتحسن. فتعال كده نشوف الافعال اللي عندي. خلي بالك انه بيتكلم في الماضي. طيب. لانا كنت اخدت فالماضي منه اخدها وتبقى تحسنة في الماضي. بيقول لي انا اعتقد ان ايه مين بقى مجمعي ايه? الماني ولا الجيمز رابش ولا فود? لا انا خدتها هي اسمها مجمع القمامة. بيقول لي انا فخور جدا بيها. يبقى الام دي بتعمل عمل ايه? عايز هنا صفة. لقى بتعمل عمل بطولي وعمل نبيل يبقى. نوبر تن بيقول لست ويك الاسبوع الماضي. خلي بالك هنتكلم في ماضي اهو. كان فيه حريقة. كان فيه حريقة صعبة. عايز اقول مين بقى الشجاع اللي وقفها. ضابط الشرطة. نرسل الممرضين ولا دكتورز اكيد هما الفايرفايترز اللي هما اه اه رجال المطافي. تعال بعد كده هيكلمك في تعال بقى نختار كده او تعال نصحح الخطأ ده. عايز اقول ان احمد ايه سري جولز تلت اهداف انزا ماتش يستردي. انت عندك كلمة ده اللي اسمها يستردي بتدل عن ماضي اه يبقى انت ما مفعش تقول في المدارع البسيط ولكن ينفع انك تقول في الماضي البسيط. ما مفعش اجيبها مدارع بسيط. نمبر تو بيقول لي سلوة ايه كان المعتادة انها تمشي الوحدة لكن الوقت لا. عايزة اجيبها نفي في الماضي. ايه فهقول هحط ايه كمان? هحط كمان ان هو وتبقى او تمام. اه ديت سالي هل سالي انت تسأل سؤال اه وخدت منها ديت خد من الفعل اه يبقى مفروض انك تجيب هنا مصدر الفعل. فهقول ايه يا شباب? هقول ديت سالي يوستو جوتو كامبينج. نمبر فور بيقول لي محمد ايه عايزة اقول اين وجد تليفونه. فخلي بالك ان ده سؤال. فبالتالي الفعل هيجي فين هنا? هيجي في المصدر. فيبقى ايه يا شباب? يبقى يبقى محمود. بعد كده هكتب عن مجميع القمامة. طبعا كان في نصوص عندك في الدرس الخمسة والستة عن مجميع القمامة دو. فترجع تقدر انك ترجع تراجع النصوص دي وتاخد منها جمع مفيدة. وتكتب بيها بتاعك. اه بحيس ان انت تكتب البراجراف كويس. اه تعالا كده هاخدك بقى ونروح نحل اللي هو طبعا هو هنا جايب ايه يا شباب? مراجعة عامة عن يونة سري. انت بعد ما تخلص الوحدة وهتحل بقى اللي هو بيبدأ هو بقى يراجع لك على الوحدة دي مفروض انت لو ما تخلص الوحدة تبدأ تراجع على الوحدة في الورقة ديت وتراجع اهم الكلمات وتراجع الزمن اللي اخدناه ويه بعض او اهم الفهم اللي فيه. اه بعد كده بيدخل لك ازاي يعني بيديك كده مهارات كتابة البراجراف والايميل زي تقدر تعمل عصف زين وتسأل نفسك اسئلة كلمات تساعدك عبيرات وتركيب مساعدة براجراف وايميل اللي تكتب براجراف عن يور هيرو البطل بتاع بعد كده بيديك بقى هو في كابل ريكلمات كده المفروض انتك تاخد بالك منها وبعدين بندخل على 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 الوحدة التالتة اه انت حل التست ده وبازن الله هنقشه مع بعض تاني بس اهم حاجة عايزاك انك الحاجة اللي تحلها تحلها من مستواك انت مش عايزة اي المتحانات خارجية حل وراجع وراي الحل عشان تقدر تقيم نفسك ازاي انت هتقدر اه تعدي بقى الوحدة الرابعة وانت هنا تمام ولا لا الانتحان ده تحل وانا هنزل لك حلو بازن الله اه في حوالي عشر دايق بالكتير مش هناخد حاجة يعني عم موفق بازن للطلبة الصف الثاني الاعدادي اه بانتظار بتاعيكو باي حاجة انتم محتاجينها كانت معكم بس هنضروا بقناة شوية انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة